لدى استقبال سموه لوفد تايلاندي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند والتي من شأنها أن تسهم في تنمية حجم الاستثمار المتبادل في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الضيبية صباح اليوم لسعادة السيد تانيت ناسو خلاء سفير مملكة تايلاند الصديقة والذي قدم لسموه وفدا تجاريا يمثل الإدارة العليا بشركة بايك التايلندية خلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة الوفد التايلاندي إلى البحرين والتي تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات أعرب سموه عن ارتياح لما يشهده مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة من نماء وتطور في شتى القطاعات في ظل حرص البلدين على توطيد أطر التعاون بينهما وتقوياتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة أشار سموه إلى أن المجال التجاري والاستثماري يشكل أحد أبرز أوجه تعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقاومات تحفز على الاستثمار نوه سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على تقديم كافة التسليلات التي توفر البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات من مختلف أنواعها وأنها في سبيل تحقيق ذلك تعمل وفق رؤية اقتصادية تقوم على أعلى درجات الانفتاح والمرونة ودعا سموه رجال الأعمال في البحرين إلى الاستفادة من ما يربط بين البلدين من علاقات متميزة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في بناء شركات استثمارية وتجارية تعود بالنفع على الطرفين أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على همية مثل هذه الزيارات واللقاءات في استكشاف فرص التعاون المتاحة وأن مملكة البحرين تعتز بتعاونها الوثيق مع مملكة تايلند وتسعى إلى الارتقاء بهذا التعاون إلى آفق أرحم من جانبه أعرب السفير مملكة تايلند وأعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دور سموه المشهود في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وأشهد بما تتميز به مملكة البحرين من مناخ اقتصادي واستثماري آمن ومحفز على دخول السوق البحرينية ونوه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في كافة المجالات